أهلا بكم في بلا قيود ضيفنا اليوم أكاديمي ومؤرخ وناشط سياسي وحقوقي مغربي درس في جامعات المغرب والسنغال والولايات المتحدة له العديد من المؤلفات التي أثار بعضها الجدل ومنها النظام الملكي المغربي والصراع على السلطة والإسلاميون في مواجهة العلمانيين في المغرب ضيفنا كان أحد مؤسسي المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير التي سعت لإصلاحات في المغرب خلال فترة ما يعرف بالربيع العربي أسأل الدكتور المعطي منجب عما تبقى من حركة 20 فبراير بعد مرور عشر سنوات على ما يعرف بالربيع العربي وعن رؤيته لمستقبل الأوضاع على المستويين الداخلي المغربي والإقليمي بعد مرور عقد على الربيع العربي دكتور المعطي منجب أهلا بك في برنامج بلا قيوت أهلا برحبا دكتور المغرب الربيع العربي وحركة 20 فبراير كلها أشياء متراضفة متلازمة ماذا تبقى من الربيع العربي في المغرب ومن حركة 20 فبراير وهل حققت الهدف الذي قامت من أجله هو جسم حركة 20 فبراير انتهى إلى الأبد ولكن روحها ما زالت حية بيننا بحيث أن الخوف الذي كان يعم المجتمع المغربي وخصوص النشطاء والذين يريدون إصلاحا سياسيا عميقا للبلاد كان مسيطرا أقول الخوف ولكن الخوف تراجع ورغم التراجعات التي عرفها المغرب منذ سنة 2013 حيث رجعت المراقبة السياسية ورجع القمع ورجعت المتابعات السياسيين والمناظرين الحقوقيين ورجع اعتقال الصحفيين والخوف ورجع الإعلام الواحد رغم ذلك فإن الخوف ما زال لم يصل إلى درجة 2010 إذا شئتم فهناك مثقفون يكتبون ونستطيع يكتبون في الناس دكتور ربما في هذا جزء من الإجابة على ملاحظتك لست أفهم كيف حركة 20 فبراير انتهت إلى الأبد هل معنى هذا أن أو قد يقال أن هذه الحركة قامت وحققت أدفها وأن الشعب المغربي فرحان وهاني كما يقول المغاربة ومرتحين لوضعهم الحالي لا أنا أقوله تنظيميا أنا قلت جسميا أي جسد حركة 20 فبراير كتنظيم يعني ينتهى ولكن لماذا إذا؟ لماذا إنتهى؟ إرادة الإصلاح السياسي وإرادة حرية وإرادة ديمقراطية انتهت يعني تنظيميا تنظيميا ليس هناك أي تنظيم اليوم أو أي ما يشبه التنظيم هو ينتمي لحركة 20 فبراير أو صادر عندها ولكن تستمر كروح وتستمر كرغبة مجتمعية في الحرية وفي مناهضة الاستبداد والفساد هذا شيء ما زال قائما وقلت رغم التراجع فإن الخوف الذي انتهى سنة 2011 لم يرجع إلى المغرب بعد رغم التراجع الحقوق الذي وقع دكتور معنى هذا الكلام إذا كنت تتحدث عن تراجع معنى أنه أنجز شيء ما ولا يمكنك هكذا بجرة قلم أن تقفز من حركة 20 فبراير من الربيع العربي ومن الإصلاحات الدستورية التي أنجزت في المغرب ومن تداول السلطة ومن ولايتين انتخابيتين تصدرهما حزب إسلامي وتتحدث وكأن شيئا لم يحدث وكأن لم يحدث أي إنجاز أو تقدم نعم أنا قلت حدث تراجع لأنه كان هناك تقدم هذا التقدم يعني ابتدأ في سنة 2011 مباشرة بعد ابتداء الحركة حركة 20 فبراير يعني كانت هناك حريات عمومية محترمة وكان الناس في أغلب الأحيان يتظاهرون بحرية كما أن الصحفيين بدأوا يكتبون كما يحلوا لهم ويعلقون على الحالية بحرية وكذلك السياسيون المعارضون وكانوا يتكلمون بحرية بل إنه نظمة انتخابات كانت هي الأنزح في طاريخ المغرب وطبعا أتى الأول فيها يعني حزب إسلامي معتدل ومعارض هو حزب العدالة والتنمية ولكن بدأ تراجع شيء فشيء ابتداء من 2013 وكذلك يعني ظهر هذا التراجع الكبير على المستوى السياسي والحلوق وحقوقي في انتخابة 2016 بحيث أن الذي فاز في هذه الانتخابات وتزعم حملة انتخابية لحركة العدالة والتنمية هو عبد الابن كيران ورغم أن الدستور يفرض عدم إعفائه لما يعين رئيس الحكومة لا يمكن إعفائه إلا إذا وقعت انتخابة جديدة فإنه تم إعفائه بطريقة لا دستورية لأنه كان لا يروق للقصر وهذا تراجع كبير وعينا خلفه طبعا زعيم آخر من العدالة والتنمية يعني يمكن أن يتفاهم أو أن يصمت على الأقل تجاه القصر دكتور المعطي أنت تتحدث هنا في النهاية القصر سيقول لك خصومك القصر لم ينتهك الدستور الحكومة يقودها شخص من الحزب الفائز بأغلبية أو الحزب صاحب أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب المغربي لا 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 هذا خطأ يعني دستوريين أنا أعرف الدستور المغربي جيدا وكل الخبراء بما فيهم القريبين من النظام قالوا ذلك الدستور 2011 كان ديمقراطي أساسا رغم بعض الفصول إذا شئتم التحكمية فيه ولكن الدستور لا يتيح لرئيس الدولة إعفاء رئيس حكومة معين إلا إذا وقعت أزمة ونتج عن هذه الأزمة يمكن للملك أن يحل البرلمان وأن تكون هناك انتخابة جديدة وعند ذلك يعين من يشاء من الحزب الفائز الذي أتي في الدرجة الأولى أما أن يعفى رئيس الحكومة المعين فهذا لا دستوري وكان هذا من بين مظاهر التراجع في التجربة المغربية وكذلك عودة القمع والأتقالات والتشهير إلى آخر سنأتي إلى هذه النقطة الدكتور المعطي أنت تقول أنه حصل فيه تراجع في الحقوق والحريات المسألة أن الموضوع كقطعة عملة لها وجهان الناشط الحقوقي الداعي الحقوقي يجب أن يدرك أن ما ينشده المغاربة هو دولة الحق والقانون والالتزامات القانونية واحترام القانون ويأخذ على كثير من النشطاء والصحفيين أنهم يتصرفون وكأنهم أشخاص سوق القانون وعندما يسألون بموجب القانون يقيمون الدنيا ولا يقعدونها طبعا كذلك رجال السلطة هذا شيء هذه نوع من الدعاية قل لمنظمة حقوقية واحدة أو شخص حقوقي واحد خلق القانون ولم يتابع أو لم يسأل بينما أصحاب السلطة طبعا يفعلون ما يشاءون ولا يحترمون الدستور ولا يحترمون القانون بل يقومون أحيانا بخرق القانون فيما يخص حراك الريف يعني اعتقل المئات من الشباب المتظاهرين وهم لم يخرقون القانون أغلبيتهم صاحقة لم تخرق القانون ومنهم كثير من الحقوقيين الذين كانوا في حركة الحقوقية طبعا هي ليس أشيء أنا لا أقول أن الكأس فارغة أو الكأس يعني مليئة جدا هو الحالة يعني منزلة بين المنزلتين والحالة طبعا في المغرب أحسن مما يوجد في مصر أو مما يوجد في السعودية ولكن هناك تراجع وقع تراجع يعني شيء فشيء ابتداء من سنة 2013 طيب أنت تتحدث هذه الأيام عن أن هناك جهة وتتهم بصريحة العبارة في أكثر من محفل وأكثر من مقال المخابرات المغربية بأنها باتت تتدخل علانية في الشأن السياسي وتتحكم في المشهد السياسي ماذا تقصد بذلك؟ أنا لم أقول أنها تسيطر ولكن المخابرات المغربية أصبحت تشاركوا في مصار قرار سياسي في المغرب خصوصاً ابتداء من سنة 2013 وذلك نظر للدور الإيجابي الكبير الذي لعبته في محاربة الإرهاب وهذا يعني يقع في كثير من الدول التي لا تكتملوا ديمقراطيتها أن الجهاز الذي يلعب دور إيجابي كبير فيما يخص سلامة الدولة يصبح له وزن سياسي ولكن هذا يضر بالمعارضين الديمقراطيين الذين تحاربهم هذه الأجهزة لأنهم ينتقدون السلطة وينقصون من شرعيتها إلى آخر دكتور الماطي يجب أن عندما تقول بهذا الكلام لن نتركه عاماً مجرداً يجب أن تحدثنا بنماذج أنا قلت لك الأحزاب شغالة خدامة تستعد للانتخابات تنتقد أداء الحكومة وهناك حكومة ترد على نفسها ماذا تقصد بما تقوله؟ أنا ما أقصد هو أنه في المغرب المؤسسات المنتخبة سواء البرلمان بمجلسه أو سواء المجالس الجهوية أو سواء المجالس المنتخبة محلياً ليست لديها القرار الحقيقي القرار الحقيقي يبقى بين بيدي النخبة التي لا تنتخب النخبة التقليدية التي تسود في المغرب وتحكم منذ استقلال المغرب مع فترات شاركت فيها السلطة إحزاب موطنية مثلاً خلال بداية الستينات وخلال النهاية التسعينات وبداية الألفينيات ولكن عموماً النخبة التقليدية المحيطة بالملك هي التي تحكم وليس الحكومة كذلك كان بين سنة 2012 و2013 أي حوالي سنة ونصف كانت السلطة تشارك في الحكم حزب العدالة والتلمية ولكن هذا لم يبقى دكتور معطي يعني كل هذه التجارب التي شهدها المغرب منذ مطلع التسعينيات إلى الآن ونحن في العشرية الثانية من القرن الحادي والعشرين في نظرك ليست ديمقراطية ليست تجارب جديرة بالاحترام على أساس أن أي تجربة ديمقراطية تأخذ وقت حتى تتبلور وحتى تنضج لأن سيقول لك قائل وضع المغرب اليوم أحسن بكثير من وضعه في التسعينيات أنت الآن لازلت في خضم حركة احتجاجية أنت رئيس حركة حرية الآن وأيضا تصرح تعرب عن رأيك بمنتهى الصراحة وها أنت تتحدث عن منتقدا جهاز المخابرات في المغرب أو تتحدث عن دور المؤسسة الملاكية شيء لم يحدث في الماضي القريب كل هذه الأشياء تثير عليك التساؤل فيما احتجاجك؟ هل هو فقط لمجرد إثارة جدل؟ أنا لا أقول بأن الوضع أسود تماما في المغرب المغرب دائما عاش بين تراجع وتقدم تقول أن الوضع أحسن من التمانينات أو التسعينات أنا أقول لك هذا بالنسبة للمؤرخ وهذه هي مهنتي أواسط التسعينات مثلا من 1994 حتى سنة 2002 كانت الحالة السياسية في المغرب والانفتاح كان أحسن بكثير مما يقع الآن في المغرب باتداء من سنة 2013 ولكن إذا قارن مثل المغرب بالسعودية أو المغرب بإيران أو المجد في مصر سنأتي إلى المقارنات دكتور معطي سنأتي إلى المقارنات لكن دكتور المعطي عشر سنوات عقد من الزمان على ما عرف بالربيع العربي سأسألك سؤالا بسيطا بديهيا هل تعتبر كما يعتبر كثير من المفكرين السياسيين والمؤرخين أن الربيع كان فعلا ثورة حقيقية وبداية بل زلزالا نحو التغيير وأنه لم ينتهي وأنه لم يفشل لأن هناك من يقول الربيع العربي لم يجلب على مجتمعات المنطقة سوى الفوضى هو الربيع العربي أتى من أجل الحرية والديمقراطية وعساسا مناهضة الظلم والفساد والاستبداد ولكن رد بعض الأنظمة في المنطقة كان عنيفا رأينا في سوريا ماذا حدث رأينا الاعتقالات في السعودية وفي الإمارات حتى لم تكن بداية للمظاهرات رأينا القمع في البحرين ورأينا القمع في اليمن طبعا هذه الأنظمة النخب المتحكمة التي ردت بعنف أدت إلى دخول بعض الدول في مصارات خطيرة جدا من الحرب الأهلية وكذلك دخولات أجنبية جعلت أن المنطقة جزء منها على الأقل يدخلوا في حرب ضارية في مشاكل وفي على إترها يعني آلاف الأشخاص وملايين وملايين نازهين طيب دكتور طيب عود إلى التجربة المغربية هل تعتقد أن السلطة أن الدولة المغربية سميها ما شئت تعاملت بدكاء وأنه تعاملت مع هذه الهبة الشعبية وكانت التعديلات الدستورية وأنجز ما أنجز هل تعتبر ذلك دكاء من السلطة أم أنه حدث بفعل ضغط المطالب الشعبية هو النظام المغربي معتدل وذكي ويلعب حسب ميزان القوى إذن هو دستور يمكن أن يؤول ديمقراطيا أي أن تكون السلطة لنذهب بسرعة أي أن تكون هناك حريات عمومية وتكون هناك حريات فرضية وتكون السلطة موزعة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة والبرلمان إذا شئتم ولكن لما تم تراجع الشارع وما بدأت الحروب الأهلية في المنطقة يعني عادت المياه إلى ما جاريها وأصبحت النخبة المتحكمة فالأمور هي نفسها التي كانت قبل الربيع العربي هذا في المغرب أما في مراتق أخرى كما قلت لكم ودول أخرى بالعالم العربي فقد دخلت في حروب أهلية المغرب الحمد لله لم يدخل في حرب أهلية نظرا لذكاء والاعتدال النخبة المتحكمة في الأمور والتي ما زالت هي المتحكمة منذ بداية الاستقلال النخبة المتحكمة أنا قلت لك أن الرأي الآخر سيقول لك هي عملية نجج وتبلور منطقية لأن كانت نفسك تتنبأ أنه خلال ربما عشرين سنة أو أكثر كليلاً ستقوم بالضرورة نظم ديمقراطية كاملة السؤال هو أنه لماذا لا تقول أن مؤسسة الملكية في المغرب حسب أصحاب هذا الرأي هي عام استقرار وهي التي جنبت المغرب هذه الكوارث التي تتحدث عنها نعم هناك من يقول هذا وأنا أحترم هذا الرأي ولكن أنا أظن كمؤرخ سياسي بأن الاستقرار الوحيد هو الذي يعتمد على رأي الأغلبية أي على الديمقراطية وإذا المغرب منذ السبعينات وهو النظام يقول بأنه يذهب نحو الديمقراطية وأنه في إطار انتقال ديمقراطي ولكننا لم نصل إليه أو نصل إليه وبعد سنة أو سنتين نتراجع مع الأسف إذن رأيي هو أن الاستقرار أن الاستقرار يعتمد على الديمقراطية وفي حالة المغرب الديمقراطية الوحيدة الممكنة مع النظام الملكي هي الملكية البرلمانية نعود إلى تقييم الربيع العربي بعد عقد من الزمان ربما في النطاق الإقليمي في النطاق الأوسع مؤخرا شهدنا حركة في الجزائر وكانت الثورة السودانية التي أدت إلى إزاحة نظام حكم البشير كيف تنظر إلى هذه التجربة؟ طبعا كان هناك احتجاجات في لبنان أيضا احتجاجات على النظام القائم في لبنان هل تعتبر هذه الحركات استمرارا للربيع العربي أو نوع من الهزات الارتدادية لزلزال الربيع العربي كما يقول كثير من المحللين أظن تحليلي والمتواضع هو أن هناك موجة تانية من الربيع العربي ومست خصوصا الدول التي لم تشارك في الربيع العربي إما لأن الدول المشاركة في الربيع العربي قد أعطت بعض النتائج الإيجابية وإما أنها دخلت في الحرب الأهلية ولهذا فإن السودان والجزائر ولبنان الذي لم يشارك فعلا لأنه كانت به ديمقراطية آنذاك حتى في 2011 الذي لم يشاركه في حركة الربيع العربي أو لم يشاركه بالقوة اللازمة التي يمكن أن تشاركها هذا أدى إلى ظهور موجة عربية مع الأسف ما وقع من جائحة كورونا أوقف الأمر في الجزائر وكذلك الحلول الوسطية التي وصل إليها السودانيون والحمد لله وضعت حدا ويمكن أن يشهد في السنوات القادمة السودان قيام نظام ديمقراطي عربي وأظن نظرا لقوة اليسار ولقوة المعارضة الديمقراطية بالسودان قد ينجح الأمر في السودان والسنوات القادمة قد دول التي عارى فترة الموجة الأولى أي سنة 2011 قد ترجع إليها موجات الموجة الثانية وقد تأخذ فيها شعو كبير لأن الناس وصلوا بسبب التعليم وهذا التعليم طبعا قامت به هاتي الأنظمة نحن لا نقول أن هاتي الأنظمة كلها سوء وكلها طبعا هي جزئيا فاسدة جزئيا مستبدة ولكن التقدم الذي وصل إليه التعليم وكذلك الأنترنت الذي أصبح يؤدي إلى نوع من ديمقراطية المعلومة ومشاركة المعلومة بين المواطنين ومواطنين متعلمين هذا لا بد أن يؤدي إلى الديمقراطية في المنطقة العربية والمنطقة هي المنطقة الأكثر سلطوية في العالم يعني كمنطقة ثقافية العالم العربي هو النظام هو المنطقة الأكثر سلطوية في العالم مع الأسر لكن واقع الأمر أن الشعوب العربية في بعض البلدان كالمغرب كمصر كتونس انتخبت أحزابا ذات خلفية إسلامية لأنها ربما سئمت من الطبقة السياسية لمرحلة ما بعد الاستقلال وأرادت أن تجرب هذه الأحزاب الدينية ما حدث الآن أن مصداقية هذه الأحزاب الدينية تضمحل في نظرك لماذا؟ هي في الحقيقة موجة الربيع العربي الأولى والثانية تظهر أن كل الإيديولوجيات تراجعت الإيديولوجيا القومية تراجعت الإيديولوجيا الإسلامية تراجعت وأصبح الإيديولوجيا الأولى التي تتحكم في الشارع هي الإيديولوجيا الديمقراطية ومطالبة بالحق والمطالبة المساواة والمطالبة بحرية إذن كل الإيديولوجيات السابقة بقيت ولكن كما ظهر لكم كثير من الجماعات الإسلامية المعتدلة أصلحت ديمقراطية وتطالبوا بالديمقراطية وتحترموا الآليات الديمقراطية وهي تتقدم شيئا فشيئا نحو الديمقراطية وهذا ظهر منذ تسعينيات القرن الماضي مع حركة النهضة مثلا في تونس وكذلك مع حزب العدالة والتنمية منذ نهاية التسعينات في المغرب وبداية الفينيات كذلك اليسار الذي كان قومي وسلطوي تراجعت فيه هذه السلطوية وأصبح يطالب بنظام تعددي يشارك فيه الجميع إذن سواء القومية كانت ديكتاتورية والإسلامية كانت ديكتاتورية والليبيرالية كانت ديكتاتورية في العالم العربي والآن كل هذه الإيديولوجيات أصبحت تؤمن أكثر فأكثر بالديمقراطية وهذا ما أعطى الربيع العربي في موجته الأولى والثانية وأنا أظن أنه في العشريات القادمة سيصل العالم العربي إلى الديمقراطية وسينتهي تشهير بالمناضلين من أجل الديمقراطية بالنظر إلى ما حدث خلال هذه السنوات العشر كيف تستشرف المستقبل في المغرب أولا وفي محيطه الإقليمي بالنسبة لموضوع الحريات والحكامة الجيدة والحكم الديمقراطي والحقوق أنا أظن أعتقد تحليل وليس تنبؤ لأنني لا أستطيع أن أتنبأ بشيء وكل المتنبئين في الغالب أخطأوا أظن أنه نظرا لتقدم المجتمع المغربي والانتشار التعليم والانتشار الإعلام بطريقة ديمقراطية عبر الأنترنت فإن المغرب ونظرا كذلك أن السلطة بالمغرب والملكية أساسا لديها غريزة بقاء قوية جدا يمكن أنها ترى هذه النخبة المسيطرة ترى بأن الأمور قد تتجاوزها وقد تخرج الأمور من يديها وقد نتجه بسبب هذه القوة الاجتماعية الجديدة المؤدلجة بالديمقراطية والحريات العمومية والحريات الشخصية قد يتجه المغرب في السنوات القادمة إلى الديمقراطية نظرا لنطج المجتمع للديمقراطية ونظرا للضغط الكبير ونظرا لأن العوضاع الاجتماعية الاقتصادية في المغرب غير جيدة ومنذ عقود لأن المغرب ليس لديه ضروات بشكل كبير جدا كالبيترول إلى آخره فلا بد أن يجيب كذلك النظام سياسي على المطالب الاقتصادية والاجتماعية فلما لا تستطيع أن يعطي كفاية من الخمز أن تدعطي الحريات وهذا قد يصل بك إلى استقرار وإلى توازن طبقي وبين النخب المعارضة والموالية إلى آخره إقليميا إقليميا نظرا لنفس العوامل الذي قلت فإن أغلب البلدان العربية بما فيها مصر أتمنى وأظن أنها مرشحة للتوجه نحو الديمقراطية أشكرك جزيلا الدكتور المعطي منجب المؤرخ المغربي والعضو المؤسس للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير أشكرك جزيلا لسعة صدرك معنا في بلا قيود أشكرك جزيلا لسعة صدركة 20 فبراير ترجمة نانسي قنقر